أهلا بحضراتكم بعد الفاصل حمد أنت قلت لي كان أول ما جيت وقعت في أنت تنزلت عن جزء من مستحقاتك من المينيا بش كده لما من ندل أهل كله ده عشان عاوز تلعب من ندل أهل موجود طبعا وجيت ومن كان بقى موجود معك بقى في اللي شاء قلت لي أيمن شوقي يعني المجموعة صحاب المقتربين كلهم كانوا مع بعض يعني شوبير كان لسه ومن جاوسوا وآيمن وانا وآيمن خافز وكان بيتردد علينا بقى متحط رمضان كل الناس اللي الزيارات بقى الزيارات يعني محطة أوتوبيس آه ما روش مكان يروح داخل نايم طب إيه كانت علاقتك بآيمن شاوي لا يعني آيمن في ناس كده في النادي الأهلي العلاقة من أطاعتش خالص آه يعني برغم ما آيمن سافر فترة طويلة برا زي مين كده في النادي الأهلي انت ما سبتوها مش والله كل الجيل بتاع ابنحنا على اتصال بعض علاق ميهوب آيمن شوقي اللي استمروا معك من المنتخب الشباب آه لا اللي هما علاقة آه مستمرين من ساعد مبطلنا غد دلوقتي مع بعض يعني نشوف بعض أسبوعيا شهريا حسب حال عبدالصادق آه علاق ميهوب ضيا السيد آيمن شوقي طبعا آه آه وأيمن بالذات لما كان بيجي من برة كان بيجمعنا كلنا يعني عند شباب يروه عند علاق عبدالصادق يعني عند شبيب بنتجمع عشان آه يا ايمن جاي بعد سنة غياب ممازلتوا بتتجمعوا؟ آه على طول آه على طول ممكن خافينا شوية من ساعد الكورونا قلت شوية ولكن يعني بنيتقابل متقابل أو على التصالبه بعض على طول طيب إرق في آيمن شاو ماسك للسوديو التحليل الوقت والله بص أول مرة أنا قدت أنا بعض فرق إليه وانتخذوا يعني قلت فيه كده دي صح دي غلط بتاع بس ابتده طبعاً الوقت هو مكتهد الوقت بيهايي الوقت بيكويس طيب إحنا معنا تقرير من آيمن شاو عاوز يكلمك ويقولك على حاجات كده وترجع أنت تتعلق على كلامه فضل يا بوحميد أكيد هيا أفضل كان بيني وبينو كان في اسكندريا وكان بنلعب الكروم والمينيا ومن ساعتها بينا أصدقاء وبعديها أو في نفس السنة دي كنت أنا واخد أدافة الدوري 84 فروحته منتخب مصر وكان حمادة بقى يعني كان ما شاء الله جامد في منتخب مصر ولعيب يعني إمكانياته عالية جداً وكان من ضمن الناس اللي يعني بيتحطوا وبعدين يتحطوا بويك الأسماء حمادة في المنتخب كان كابتن مصطفى عفضو والكابتن طارفوزير كان فيه اثنين لعيبة من المينيا كابتن حمادة صدي والكابتن ربيع الساير فكان الكابتن مصطفى عفضو والكابتن طارفوزير نسميه حمادة اسمه معين يعني كل ما جاء أقوله حد قال يعني يقوله كده فقلت هزر معا أول مرة حمادة لما يعني هو بيحب الهزار بس لما يبقى هزار غلز وما يحبوش ممكن يعمل أي حاج يضرب اللي قدامه يجري وراه مسكني وأنا بقوله الاسم مسكني خنقني كنت هموت ولو أدراعي إيدي كتحت تكسر ده حد يعني كان معانا الكابتن طارفوزير يمكن هو اللي خلصني منه فقال لي لو قلت الاسم ده بعد كده ولا ما حسيبك أحمده شخصية متميزة جدا وبعدين صاحب صاحبه يعني ممكن يضحي بأي حد في أي وقت يبقى كده فهمنا كده صاحب صاحبه قوي فهو لا راجل سعيد راجل ويقف جنبه أي حد في يعني في المواقف الصعبة وهو حماده يعني في المواقف الصعبة تلاقيه دمه خفيف أحياناً أحياناً مش طول الأسبوع يعني هو يوم مثلاً ولا حاجة أه تحس دلوقتي أنه هو حماده زمان كان عنيفه دلوقتي بقى إيه هادي جداً أه خبراته بقى يعني بقيت كبيرة في الحياة ونفتكر له طبعاً الثلاث بطولات اللي هم بطوع أفريقيا أولاً هو كان مساعد للكابتن شوقي غريب لما خدوا برونزيت كاس العالم كان الكابتن حمداً متواجد في الجهاز الفني مع الكابتن حسن شحاتة هو دائماً وشه حلو على المنتخبات مع الكابتن حسن شحاتة كان من ضمن الجهاز الفني وخدت ثلاث بطولات المعرفين منتخب مصر بعد كده اتجه للتدريب في الأندية وعمل إنجازات هو من زمان كان بيشتغل في الأندية ولكن هو ولكن هو مثلاً مسك نادي سموحة بعد كابتن شوقي غريب عمل إنجازات هيلة جداً في الدوري وكاس مصر ومسك ديجلة برضو عمل بيها إنجازات يعني هو بصراحة ليه بصمة تدريبية هيلة لسألة وجهها الكابتن حمادة يعني أولاً أتمنى له التوفيق أتمنى لأن العشرة اللي دائما بيننا من فترة كبيرة جداً تدوم بإذن الله ما نالوا التوفيق في مسيرته التدريبية حمادة من ضمن الكفاءات التدريبية اللي تعد على الأصابع هنا في مصر ما نالوا التوفيق إن شاء الله للفترة اللي جاية ويشتغل بسرعة بإذن الله لأن حمادة خبراته التدريبية وخبراته الفنية كمدرب أو كمدير فني بصراحة يعني أفضل كتير من ناس ماسكة في بعض أنديسة الدوري المنتج بس أتمنى إن الصداقة تدوم بإذن الله طول العمر إن شاء الله قال إيه بقى عليك كلم كويس وهو إيه بقى بس عاوز أعرف الإسم إيه اللي كان بيقول لك بص كان ساعتها فيلم شاء الله أبو كف آه رسلت جاية من المينيا آه والتاني كان جاية من المينيا بس هو بلاج الفرود أنا بقى مساك فكان بيقول لك بيقول لك إيه بقى طهر أبو زيت كنا نتفرق كنا نتفرق أمطس فقال لك إيه آه فبعد ما خلصنا فيلم علي شاء الله أبو كف آه فأ أبطل لو متهزرش عليها وغفت مين يا بيه أضرفه آه مات ساعتا خلاص بقى ما قامش قاعد يشتغل شوية على ربيع السيد طاهر برضو وآيمن ده طاهر ده مشكلة 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 آه أنا عارف طبعا بس أحكي لك حاجة على آيمن بقى آه ما عندنا لسه هولا عندنا وقت يعني آه طبعا وهو إحنا لسه ما عندنا ما عندناش حاجة لسه آيمن كنا أول مرة يجي منتخب مصر كنا عندنا معسكر في ألمانيا أربعة وثمانية آه كان هو هده في الكروم وكان لسه في الكروم آيه فتا جي معنا معسكر بتاع فحطت الصورة كل شوية يبصها وبتاع وحطها جب فبقى روحتنا بص الصورة دي الشكل ده مش غريب علي آه طلعت جارتي لا والله في المينيا في المينيا براتو ياه كان لسه في مرحلة يعني لسه هيتقدم بقى مرحلة وانت مكنش تعرف هو لأ هو الناس اللي انا من المينيا وميعرفش دي يا جارتي ايه دا انت انت من المينيا انت من المينيا لأ يعني الصدمة تدعملي ناس محترمين جدا كانوا جناني في العمارة يعني يعني مخاطب طبعا الجوز بدري عين بلد زي كلنا جوزنا يعني دي من الحاجات الكويسة على فكرة اول اول صراح يعني طبعا يعني ولادك كبار واصحابك طبعا ستقول له انت ايه بقى الوقت تشكريني ايه من عن الكلام الجميل ده ها السورة دي كان عندي في البيت دي اه دي مراته وامرات ومراتك دي سنة كان دي اه دي سنة دي تمانية وتمانين تمانية وتمانية ناس واتمانية شكرا